اشتركوا في القناة عنده دوافع كثيرة جدا مباراة اهلي وزمالك بين فرقتين حاجة مهمة جدا اللي هيكسب هيكسب السوبر الافريقي اللي هيكسب كمان هيوصل لبطولة العالم الانديالة تقام في السعودية في الشهر القادم باذن الله النادي الاهلي استعد فنيا يعني تمام ليه استعد كويس استعد كويس لان بطولة افريقيا اللي فاتت كان عبارة عن ست مباريات قبل ماتش السوبر اكيد فريق زمالك اقوى من الفرق النادي الاهلي لعبها في بطولة افريقيا فرق قوية جدا لكن اكيد الزمالك بنجومه حضرين النادي الاهلي النهاردة يعني نقول ان هو بقاله سنة او سنة ونص تقريبا في استقرار فني واداري داخل نادي الاهلي عفوا لكن نادي الزمالك النهاردة بيمثله او النهاردة بيتحضر مدير فني اسباني معه جديد اوليفر روي واكيد هناك فارق بين التعامل مع اللاعبين بقاله شهر معهم في نواحة كتيرة هيكلم عليها محلل لنا لكن اكيد تكريم كابتن محمود الخطيب ليه لعبة النادي الاهلي وسرعة تكريمه كرئيس النادي الاهلي للعيبة دي ادهم دافع مختلف صدقوني اللعبة دي بعد المباراة او بعد التكريم لما اتكلمت معاهم قالوا لي كلام كتير جدا ان سرعة التكريم ده ادهم الدافع المعناوي الاكبر ليه ماتش السوبر تأكيد ان الفوز والبطولات التعب والتعب والمجهود اللي عملوه كان النتيجة سريعة جدا من مجلس دارة النادي الاهلي بنشكر كابتن محمود الخطيب لان فعلا كانت لمسة مهمة جدا ان يكرم علشان عنده بطولة كمان اربع خمس ايام بطولة السوبر بطولة مهمة جدا 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 ليه هي مهمة؟ لان وصول لكاسة عالم الاندية ده شرف ما بعده شرف واكيد الرسالة وصلت لكل واحد ان دايما كابتن محمود الخطيب في ظهر كل لعيبة النادي الاهلي وفي ظهر النادي الاهلي علشان يوصلوا لاعلى البدليات واعلى البطولات